للمزيد تنضم إلينا من برلين الدكتورة نجاة عبدالحق الباحثة في الشؤون الأوروبية أهلا بك معنا في هذه النشرة دكتورة نجاة نوردستريم واحد مغلق لغرض صيانة لماذا يبدو أن ألمانيا لا تصدق ذلك؟ مساء الخير وأهلا بك والجمهور الكريم حقيقة إن إيقاف نوردستريم في كل سنة منذ أن بدأ العمل قبل تقريبا 12 عاما هو كان إجراء روتيني وطبيعي جدا لأنه من الضرورة صيانة هذه الأنابيب وطبعا من الصعب جدا صيانتها أثناء فصل الشتاء ما يختلف في هذا العام هما نقطة النقطة الأولى أن روسيا قد بدأت بخفض ضخ الغاز تقريبا قبل ثلاثة أسابيع من اليوم بسبب على الأقل بحسب الجانب الروسي بسبب نقص مضخة التي كانت لسيانة في كندا وأسباب الثاني هو أن خزانات احتياطي الغاز غير ممتلئة في المستوى أو المستوى المعتاد في هذا الوقت العام يعني عادة في هذا الوقت تكون خزانات احتياطي الغاز ممتلئة بحوال 65% ولكن هذا العام هي على أغلب 52% والجانب الألماني أرجع تقليص كميات الغاز التي تم دخها قبل الصيانة التي بدأت اليوم بأنها حجة تقنية هي حجة سياسية بعذر تقني لأن هذا الأنبوب الكبير هناك أنبوبان في داخل الأنبوب الكبير وهناك مضخات احتياطية مستعدة دائما للعمل في حال تعطى المضخات أخرى لذلك يعتبر الجانب الألماني أن الموضوع التقني هي حجة من الجانب الروسي لإعطاء غطاء لتصرفها السياسي بتقليل كميات الغاز لكن روسيا تقول بأنه دكتورة نجاة روسيا من جانبها تقول بأنه لا يتم اختلاق أي إصلاحات مثل ما ذكرت هذا إغلاق يأتي بشكل منتظم وسنوي وشركة غاز بروم قد أعلنت عن نيتها القيام بذلك قبل فترة طويلة نعم مرة أخرى التعطيل الموجود اليوم هو تعطيل روتيني وهو معروف سابقا الأزمة ليس في الصيانة الأزمة مثلما ذكرت هو أن الكمية الغاز التي ضقت إلى ألمانيا قبل الصيانة كانت أقل من المعتاد بنسبة أقل بـ 40% وأن احتياط الغاز الذي للإعداد للشتاء لم يصل المرحلة التي يجب بطولها لكن قبل أن تغرق بدلا من غرق برلين في التشكيك والاتهامات في الجانب الروسي لماذا لا تتكلم مع شركة سيمانس انيرجي الموجودة في كندا وتتبين عملية إصلاح التوربينات اللازمة لهذا الخط نعم بحسب المعلومات من الحكومة الألمانية قبل ساعة من الآن حقيقة هو أن هذه التوربينا أو هذه المضخة الموجودة في كندا التي كانت كندا تحتجزها بسبب العقوبات على روسيا سيتم تسليمها للحكومة الألمانية على الأغلب في أحد الطائرات التي ستفصل ألمانيا اليوم وألمانيا ستتوكل تسليمها إلى الجانب الروسي يعني حتى هذه القضية على الأقل من جانب الألماني تم حلها مع كندا لتجنب أزمة جديدة في الغاز على فكرة هذه الأزمة لن تكون لألمانيا فقط نورستريم وان نعم يصل ألمانيا ولكن نورستريم وان يوزع الغاز عبر ألمانيا إلى دول أوروبية أخرى أي أن الأزمة لن تكون ألمانية بحت وإنما ستكون أوروبية يعني أنا أعتقد أن الآن هناك توتر عالي جدا في الشارع الألماني لأن هناك قلق أن لا تلتزم جاز بروم وخلفها الحكومة الروسية بعادة تشغيل الخط بعد انتهاء أعمال الصيانة لا أحد يعني أنا تبعت تصريحات السياسيين تصريحات المراقبين التينك تانكس وإلى آخره لا أحد يستطيع أن يجزم ماذا سيحدث بعد عشرة أيام من اليوم طيب لك بالتالي السؤال هنا دكتورة نجا التوقف المطول لخط نورستريم واحد وتوقف إمدادات الغاز المرسلة إلى ألمانيا كيف سوف تكون تداعياته على ألمانيا وعلى الشعب الألماني؟ نعم يعني إذا فعلا قررت جاز بروم أو الحكومة الروسية عدم إعادة ضخ الغاز في هذا الأنبوب الذي يشكل أكثر من نصف وردات الغاز إلى أوروبا هناك أنا بيب أخرى تمر عبر بولندا وعبر أوكرانيا وجزء منها يصل إلى النمسا ولازالت ضخ ولكن أيضا ليس بالتفاءة المعتادة ألمانيا أمام تحديات كبيرة جدا يعني الآن الحديث عن شتاء قارس أن على المواطنين ارتداء السترات البولوفرز أثناء الشتاء أن يقللوا أوقات الاستحمام بالماء الساخن يعني نسبة توفير الغاز في البيوت قد يصل إلى 20% مثلا من جمالية الاستهلاك في الشتاء هذا ما يمكن عمله ولكن الصناعة الألمانية بتهديد كبير لأن المصادر الأخرى متوفرة ولكن الشبكات البناء التحتية غير متوافقة مع المصادر الأخرى حقيقة هناك تحدي كبير يعني وزير الاقتصاد والمناخ الألماني أعلن قبل عدة أسابيع الدرجة الثانية من الطوارئ وقد يعلن إذا أوقفت جاز بروم ضخ الغاز الدرجة الثالثة وذلك يعني أن الدولة ستتولى توزيع الغاز ولكن اسمح لي أن أضيف نقطة هذا نحن الآن يعني شئنا أم أبينا نوع من الحرب من نوع آخر هي حرب الطاقة أنا بوجهة نظري أن الجانب الروسي لن يغلق هذا الأنبوب والأنابيب الأخرى بشكل تام لأن هذا هو الكرت الرابح بيد الحكومة الروسية وبيد جاز بروم للضغط على أوروبا بمناطق معينة فممكن سيقومون بوقف الغاز لفترة ومن ثم تشغيله ومن ثم وقفه ثانية لكن لن يكون هناك وقف تام جدا لأن بذلك تخسر روسيا كرتها الرابح في الضغط على أوروبا ومن ناحية أخرى المداخيل المادية التي تدخل إلى روسيا من الغاز مع أن جزء من الجانب الروسي والمراقبين الروس يقللون من أهميتها ولكنها حقيقة تتراوح ما بين 7 و 14% من الميزانية الروسية والوضع في روسيا الآن روسيا تحتاج إلى هذه الأموال بسبب ارتفاع أسعار الغاز حتى لو ضخط أقل قليل لكن إذا ما تحققت مخاوف ألمانيا ومعها أوروبا وتوقف الغاز الروسي بالكامل هل ألمانيا على استعداد وإلى متى سوف تستمر في سياسة ترشيد الاستهلاك والاعتماد على الفحم وما إلى ذلك؟ أن ألمانيا تفكر الاعتماد على الفحم الاعتماد على الطاقة البديلة إعادة تفعيل المفاعلات النووية كل ذلك أمور فعلا شائكة وصعب التنبؤ بها ما نذبأ به أن الشتاء القادم سيكون قارس وعلى الأغلب الشتاء الذي سيتبعه سيكون قارس الثمن للشعب الألماني لن يكون سهلا الحكومة تقوم الآن بحزمة من الإجراءات لتخفيف العبء على المواطنين يعني من إجراءات ما يخص المواصلات العامة ترخيص التذاكر ما يخص السماح للمستأجرين بعدم سداد فواتير الطاقة إذا ارتفعت كثيرا أي أن لا يحق للمالكين أن يلغوا عقود الآجار على سبيل المثال وإلى آخرين هي إجراءات قد تبدو صغيرة ولكنها أهمة للشارع الألماني ولكن بالعموم حتى نكون متفقين إذا فعلا قررت روسيا عدم ضخء الغاز فإن ألمانيا وأوروبا أمام تحدي كبير وهذا التحدي قد يؤدي إلى تغيير مسار أو مسار الصراعة دعني أسميها أو الخلاف مع الجانب الروسي لأن الضغط في الشارع الأوروبي سيرتفع وسيزيد في تقديرك دكتورة نجاة هل أخطأت ألمانيا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بدكتورة نجاة عبدالحق لحظة ما تزالين موجودة؟ نعم دكتورة نجاة نعم أنا موجودة كنت أسألك هل تعتقدين بأن ألمانيا أخطأت عندما قررت إغلاق خط أنبيب نورد سريم 2 الذي كان يتم التجهيز لتشغيله بسبب الحرب؟ يعني ممكن الآن أن نقرر أنها أخطأت أنا أعتقد أنه بشكل عام حزم العقوبات كانت سريعة جدا ليس بالضرورة مدروسة بشكل تام وبشكل كبير كان هناك بعض من وجهة نظري أستذاجة في أخذ بعض العقوبات وعدم حسبان أن روسيا سترد كل هذا يوتر الوضع نعم قد نستطيع أن نقول أن هناك كانت في بعض النواحي هناك بعض الأخطاء أو التسرع بإتخاذ القرارات نعم تحدثي عن موضوع التوربينا التي يحتاجها خط نورد سريم 1 وبأنه بالفعل تم إصلاحها من قبل شركة سيمينز أنيرجي الألمانية الموجودة في كندا ويجري نقلها إلى ألمانيا ليتم تسليمها بعد ذلك إلى جاز بروم لكن تعلمين بأن كييف تعترض على ذلك وتحتاج هل برلين مستعدة لرد فعل موقف كييف إذا ذلك؟ يعني أعتقد أن تستطيع كييف الاحتجاج ولكن كييف لن تعود الاقتصاد والشعب الألماني عن هذه الخسائر وهذه نقطة همة جدا يعني على الأغلب يبدو من حق كييف الاعتراض سياسيا ولكن حقيقة هي لن تحل الإشكال الموجود ولذلك أنا أقلل من أهمية اعتريات كييف في هذا الموقف لا كييف ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أي حد ممكن أن يعود ألمانيا الخسائر إذا توقف ضخ الغاز شكرا لك من برلين الدكتورة نجاه عبدالحق الباحثة في الشؤون الأوروبية شكرا لكم اشتركوا في القناة